اشتركوا في القناة العربية السعودية وبما هذا فيلم يعرض وجه الدعوات لحضوره سابقا كانت لك مواقف منتقدة على اعتبار ان احداثا كهذه هي احداث موجهة للنخبة وليست للطبقة الوسطى وعامة السعودين هل لازلت على هذا الموقف؟ لا اقول مثل فرنسي يقول الافضل ان تأتي متأخرا من لا تأتي ابدا لما سمحوا للمرأة بقيادة سيارة وموثقة الان في تويتر نزلت تهنيا الى الامام خطوة في الاتجاه الصحيح ونرده اكثر لما انفتح على السينما هذا ما كنت ادعي اليه انظر ايران الدولة المنافسة التقليدية للسعودية اصبحت حاضرة وبقوة فيما رجان كان السينماي بافلامها وابداء مخرجيها اذا هذه الثورة الثقافية ادعمها واشجعها في طار هذا الاتجاه مش معقول سنة 2018 ليست لدينا السينما وليست لدينا المرأة لا تقود السيارة اذن نحن في اتجاه جديد يحسب يجب ان يشجع لكن يجب اكثر واكثر واكثر في طار منظومة الليبيرالية الاختيار الليبيرالي لولي العهد محمد بن سلمان اقول دائما الليبيرالية لديها اوجه متعددة ثم الليبيرالية الثقافية بدأنا فيها الليبيرالية الاجتماعية بدأنا فيها مع حرية المرأة لكن ثم الليبيرالية السياسية الليبيرالية السياسية فولتار يقول انني اختلف معك في الرأي لكن اقاتل من اجل حريتك في הרأي انت الليبيرالية السياسية مونتيسكيو يقول يجب على السلطة التحدى من السلطة يعني فصل السلطة التنفيذية السلطة التشريعية السلطة القضاية هذه الليبيرالية مثلا لما ولي العهد يعني اتى هنا تمس سيد رياض خطا أحمر لماذا؟ هل نستطيع أن نقول أن وليا العهد السعودي استطاع فعلا أن يحدث ما ظن الكثيرون أنه مستحيل بمعنى الوضع جانبا هذه السلطة الدينية أو رموز لبعض السلطات الدينية في المملكة؟ السلطة الدينية العودة لتأسيس الدولة السعودية الأولى كان عبدالعز السعود ثم أهل الشيخ أهل الشيخ عندهم السلطة الدينية والسعود عندهم السلطة السياسية وكان وجهاني لشيء واحد وجهاني لعملة واحدة لكن الإشكال دائما والمخاوف الحقيقية هي من التوظيف وإلى أي مدى فعلا نريد تحقيق هذه الإصلاحات مثلا اعتقال الأمارة الوليب بن طلال مشهور البقي ربما لا يعرفه المشاهد العربي وغربي لكن الوليب بن طلال مشهور جدا إلى أي حد نحن مثلا أمام تصفية حسابات أو صراعات داخلية على السلطة أو محاربة الفساد لأنه كما قلت مثلا محاربة الفساد هنا في فرنسا هي القضاء الآن يحاكم الرئيس السابق ساركوزي لكن ليس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أمر بمحاكمة ساركوزي لا هذه مسألة تخص القضاء مباشرة بالنسبة للآلة الدينية نعم تغولت كثيرا في السعودية كان يرعاها الأمير راحل نايف بن عبد العزيز ثم ابنه محمد بن نايف لما استبعد محمد بن نايف عرفنا أنه تم تيجاه جديد نحو انفتاح وليبرالية ثم أكرر الدولة والزعيم قادرا يعمل المعجزات عنا مثال بورقيبة بورقيبة استلمتنا السنة 56 في الاستقلال حرر المرأة لا يتزوج الرجل إلا بإمرأة واحدة من 56 والمرأة تنتخب تجاوز سويسرا سويسرا عام 76 بدأت المرأة تنتخب في تونس منذ 56 في الاول صدمت الناس والزيتون حاولت تعارضه بعض الشيوه لكنه انتصر وانترسخت المسأل وهو ذكر لماذا نحن دائما نعيب أو نعاتب أو ننتقد السعودية أنه بورقيبة لما حرر المرأة وقام بمجالة أحوال الشخصية أن الرجل لا يتجاوز المرأة واحد هذا قانون من السعودية ابن عثيمين المفتي السعودي يكفره هذا كفر بواحد ويعطي نص كامل استشدبيه دائما في تكفير الزعيم التونسي يا سيد رياض أنت تريد إذن أن تحذو المملكة العربية السعودية بتاريخها ومعطياتها حذو تونس مثلا إسمان ما رأيك بعض الموضوعات التي تعرفين في العلم الاجتماع السياسي نهتم كثيرا بعدم التعميم لجري على التدقيق أنت مثلا لابلانية مجتمعك مجتمع مركب مجتمع مركب بيروت لما ذهبها لأقول بيروتات مش بيروت بالنفس الشيفة السعودية نظلم المجتمع لما نضعه في خانة واحدة لا أيضا المجتمع السعودي مركب الحجاز ليست نجس ليست الشرقية ليست نجران ليست الإسماعيلية في نجران الحجاز منفتح إذن نجد هي المتشددة وفرضت إديولوجيتها على بقية المجتمع شوفي مثلا في القتيف الشباب يلبس الجنس أكثر يلبس اللباس هذا الفرنج هذا لا تشاهدينه مثلا في النجد شوفي مكة هل نعرف أن مكة أغلب سكانها صوفيين من الصوفية مثلا هل نعرف أن مكة أغلب سكانها من الصوفيين وهذه معلومات من الداخل السعودي إذن هو مجتمع تتفاوت فيه الرؤى لمسألة التشدد الإشكال التاريخي الذي حدث هو أن النجد فرضت نفسها وفرضت إديولوجيتها على البقية الحجاز منفتح بطبعي الحجاز منفتح وكانت المرأة تعمل في الحقول مع الرجل ومكشوفة الوجه وتأخذ الفأس وغيره إلى خير إذن الآن لابد من إثراء هذا المفهوم وتعددية المجتمع المجتمع متعدد فبالتالي يستطيع أن يتقدم من يريد أن يحافظ على تشدد خاص به اجتماعي فليحافظ لكن لا يفرض تشدده على بقية المكونات المجتمع إيمان كل يظهر أو يبرز عمليا خطة أكبر بكثير لا يمكن أن نتحدث عن كل هذا بلا حديث عن تأثير المملكة العربية السعودية في المحيط العربي طوال سنوات كان هناك لوم على المملكة العربية السعودية بتصدير الفكر الوهابي أحيانا حديث عن إرسال أئمة وغيرهم إلى العالم العربي كان الأمر انتقادات عديدة الآن هناك رغبة بإرسال صورة معاكسة إلى أي مدى حتى اللحظة نجحت الرياض بخلق معادلات مختلفة في هذا الأمر يلزمها وقت طبعا إلى هذا كنا ننتقد سياسة المملكة العربية السعودية الخارجية فيما سمنناه بوهبنة المجتمعات العربية لأنه لديها طفرة بيترولية كبيرة جدا وعطينا أمثلة من تونس بورقيبة كفره بن عثنيمي نزل في نص كبير جدا فقه فتوى لتكفير الزعيم بورقيبة لأنه حرر المرأة كان ممكن أن يكتفي بالمحلي بشأن المحلي وأن لا يصدر ذلك لمجتمعات أخرى قد تتطوروا بمساويات مختلفة ولأسباب تاريخية مختلفة السعودية فيها انفجار سكاني يعني نسبة الشباب تقريبا 70% اليوم بين 20 و 25 و 80 حتى عن 30 مليون كل هذه هي بداية الإصلاحات السلطة السياسية لديها مصباح على دين السحر لما نشوف تجربة بورقيبة مثلا في تونس قضاء على القبليات صوري أنا قبيلتي جلاس اليوم نتندر نضحك نبتسم لما نحكي على قبيلين وإن دثرت شيء اسمه قبليات في المملكة الآن لا نحكي على تجربة تونس ولكن أريد عمليا أن نكون عمليين بترجمة الأمور على صعيد الواقع الآن في المملكة العربية السعودية فكرتي أنا عالم سياسة فكرتي هي أن القيادة السياسية إذا كانت لديها إرادة حديدية وواضحة وهدف واضحة قادرة أن تعمل معجزات في ظرف 30 سنة تغير المشهد تماما السعودية قادرة أن تلغي مثلا القبلي ظهرة القبيلة تختفي نهائيا في ظرف 30 سنة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر